موعد ومكان جنازة الراحل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة التي بدأت عمليات البحث عقب انتشار خبر وفاته عليها ستحظى جنازته بجنازة رسمية وسيدفن في مربع الشهداء بمجبرة العالية الا اذا رفضت العائلة ذلك الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجزائر السابق ولد في عام 1937 من ابو وام جزائريين توفي عن عمر ناهز الاربع وثمانون عام بعد الصراع الكبير مع المرض حيث عانى من الجلطة لفترة طويلة ان شاء الله نسأل الله له الرحمة والمغفرة عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجزائر فارق عالمنا نسأل الله له الرحمة والمغفرة اللهم ارحمنا اذا سرنا الى ما صار ليه اشتركوا في القناة